موسيقى ازاي انه كان فيه في الحتة دي مية مخصوصة كان بيه البورس كان بيتجمعوا ناحيتها وكده. لكن عايز ارجع لكسة انه اتذكرت عن شفاء ابرص. ليه? لان الابرص دي قصة مهمة جدا. الابرص ده حسب الشريعة والعهد القديم بنعرف انه ده دايما فيه علاقة بين الخطيئة وبين البرص. ودايما الكتاب كان بيتكلم ازاي انه دي نوعية من الناس انجاز التعبير نقول دايما بتحس بالزنب. دايما عندها احساس كده ان اللي انا فيه ده بسبب خطيئة ما يمكن اللي انا فيه دوت ربنا بيقدمني بيعمل كذا وكذا فانا بحصد نتيجة الماضي وعشان كده لو فيه اي شخص بيستمع النهاردة وعنده الاحساس دوت. عامل زي الابرص شايف نفسه انه ابرص واحساسه بالخطيئة لو انت احساسك بالخطيئة كده هو ده اللي مخليك. يا طر الرب عايز يشفيني ولا لا. ويمكن ربنا عايزني بيقدبني عايزي. انا بجني سمر اللي انا بعمله دوت حالة الابرص ده بتخاطب كل شخص فعشان كده لو انا نظرتي عن نفسي انه عامل زي الابرص وايه يعني؟ الرب بيحبك جدا 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 رب زي ما شافه الابرص اللي هو كان كل اتخيل كده معظم اليهود كانوا بيبصوا لأي شخص ابرص كده لانه بيقول دايما كان لازم يقول ناجس ناجس يقول عن نفسه كده لازم يكون منعزل منبوز عن المجتمع اجتماعيا محروم دينيا روحيا من كل الامور ففعلا مثل ما ذكرت يعني بتحليلك انه دايما بيشعر في الزنب انه انا ناجس مش متل المجتمع نظرة الناس نظرتي عن نفسي نظرة الله عني كل دوت بنشوف عمليا في حياة الناس ان ده بيخنق الامان او بيقتل حاجة جواي انه الرب عايزيش فيني حاجة جواي انه الرب عايزيش فيني